حزين أكتر من جمهور الزمالك بسبب نتائج ألعاب الصلاة ومفسوط من تصريحات أحمد سالم ضد كهرباء وإبراهيم سعيد والنادي مديون بـ 53 مليون جنيه تصريحات صدمة من هشام نصر نائب مجلس إدارة نادي الزمالك تعالوا نشوف الحكاية البداية مع هشام نصر نائب مجلس إدارة نادي الزمالك اللي كان ضيف مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد وكشف نائب نادي الزمالك أسرار كتير وقال هشام أنا زعلان وحزين بسبب نتائج ألعاب الصلاة في الموسم الحالي وعارف مدى حزن جماهير نادي الزمالك بسبب النتائج السلبية اللي حصلت في ألعاب الصلاة خلال الموسم الحالي وحاسس بالحزن أكتر من جماهير الزمالك وبنسعى لحل الأزمات خلال الفترة القادمة كمان قال إن نادي الزمالك مديون بـ 35 مليون جنيه دفعنا 40 أو 50% من الديون للاتحادات المختلفة وده كله عشان رفع إيقاف القيد وتسجيل اللعيبة في كل الألعاب وكمان المجلس بيحاول يحل أزمات اللعيبة ومستحقات لعيبة الزمالك المتأخرة في ألعاب الصلاة وصلت لـ 107 مليون جنيه كمان رد هشام ناصر على سؤال الإعلامي هاني حتحوت عن تصريحات أحمد سالم ضد قهرباء هل هو كان مبسوط من هجوم المتحدث الأسمي للزمالك بشكل قاصي على لعب الأهلي؟ رد هشام وقال أنا كنت مبسوط من تصريحات أحمد سالم ضد قهرباء وإبراهيم سعيد يعني أي شخص ليله ونهار بيشتمش كباله شخصيا هعود أتفرج عليه يعني؟ كمان كشف هشام ناصر عن حقيقة عودة أشرف بن شرقي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم مرة تانية وقال ما فيش أي تواصل حصل مع أشرف بن شرقي من الأساس في الوقت الحالي والكلام عن توقيعه للزمالك غير صحيح تماما بسبب إيقاف النادي من القيد أما من جهة تانية فبيستعاد الزمالك لمباراته ضد السيراميكا في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخدر وبيحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة بعد ملاعب 17 مباراة حق 8 انتصارات وأربعة عدولات وتلقى خمسة هزائم وسجل لعبي 26 هدف وتلقت شباكو 16 هدف وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة في الدوري خسر سيراميكا من إنبي بدلت أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة وتنقل قنوات أون تايم سكورس مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره فريق سيراميكا وبيستعاد الفارس الأبيض بكل قوة علشان يرجع تاني لمنافسة بطولة الدوري تحت قيادة البرتغالي جوزاي جوماز استعدادا لخوض مباراة سيراميكا بالدوري المصري مستغلا فترة التوقف الدولي بسبب تجهيزات المنتخب الوطني لخوض مبارتي بورتينة فاسو وغينيا بيساو وتصريات أفريقيا المؤهلة لجاس العالم الفارس الأبيض بيأمل أنه يحصد لقب الدوري المصري وده بعد ما تجددت الروح ليه من تاني بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية البطولة اللي رجعت الروح عند كل اللاعب بعد فترة طويلة من الأزمات وعدم الاستقرار علشان يرجع الزمالك تاني ببعنويات عالية والطالب جماهيره بحصد لقب الدوري اللي غاب موسمين عنده لا بطولات القلعة الحمراء نتيجة تراجع في نتائج الفريق اشتركوا في القناة